سينيغال تستقبل المرشحة الفائزة في الانتخابات الرئاسية القامبية أدم بارو إلى حين حلول موعد تنصيبه المحدد في التاسع عشر من شير يناير الجري جاء ذلك بعد قبول الرئيس سينيغالي طلب استقبال بارو المقبم من طرف المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على هامش المشاركة في القمة الفرنسية الإفريقية السابعة والعشرين المنظمة بالعاصمة المالية باموكو وكانت رئيس المجموعة إيلين جونسون قد التقت الرئيس القامبية المتاهية ولاية حجامه في العاصمة بانجول قبل أن ترافق بارو إلى قمة فرنسا إفريقيا حيث التقى عددا من القادة المشاركين فيها وكان بارو قد دعا قبل أيام جامع إلى حوار مباشر لتجاوز الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد جراء عدم اعترافه بنتائج الانتخابات الرئاسية وأكد بارو في تصريحات إعلامية أدلى بها أيام قبل مغادرته بانجول أنه سينصب رئيسا للبلاد في التاسع عشر هناير رغم عدم اعتراف جامع بالنتائج الرئيس المتهية ولايته كان قد أعلن عن تعيين الأمين العام للحكومة وسيطا في الأزمة السياسية بالبلاد ودعا إلى وضع مشروع عفو عام يقدم للبرلمان من أجل المصادقات عليه يضمن العيش بأمن وسلام وفق ما صرح به وقد صادق البرلمان النيجري يومين قبل استقبال بانجول وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على منح جام حق اللجو السياسي بنجيريا مقابل تسليم السلطة لمرشح المعارضة الفائزة في الاقتراع كانت السينغال قد استقبلت قبل أسابيع رئيس لجنة الانتخابات القنبية اليو مومار جاي الذي لجأ إليها بعد تعرضه لتهديد بالقتل إذ رأي إعلانه فوز مرشح المعارضة في الانتخابات التي كان يسعى من خلالها جامع إلى العبور نحو مأمورية خامسة